اكد مشاركون في الندوة الختامية للجنة العمل الشبابية بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي والمنعقدة في العاصمة البلجيكية على الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب عبر الفضاء السيبراني في التصدي للإرهاب ومنع انتشاره جاء ذلك في ختام ندوة لجنة العمل الشبابية بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي بمشاركة 30 شبا وشبا من مختلف دول الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين والتي كانت بعنوان الفضاء السيبراني كوسيلة لتقليل الإرهاب وزيادة مؤشر السلام وتخللتها مناقشات مستفيدة حول كيفية التواصل لحلول للتصدي للإرهاب السيبراني والتصدي لانتشاره من العاصمة البلجيكية بروكسل شوق العثمان والتفاصيل اختتمت الجلسة الحوارية المفتوحة التي أقامها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بمشاركة الطلبة التابعين لكرسي الملك حمد لحوار الأديان والتعايش السلمي وعدد من الشخصيات الهامة التي أثرت الحوار وساهمت في خلق منصة مفتوحة لتبادل الأراء والمعرفة استمعنا لمداخلات كثيرة من الطاقات الشبابية الموجودة ويضا من بعض الخبراء الأوروبيين موجودين معانا وكانت مداخلات وأسئلة جديرة بالنظر أن تأخذ بالاعتبار في رسم السياسات جديدة أراء الشباب طاقات متجددة وقوية وأثبتت أن هذه الأراء مهمة وجديرة بالنظر والأخذ فيها في أي تشريعات وأي تطويرات في مجال معالجة تحديات السايبر سويس كنت سعيدا جدا بالمشاركة في هذا الحوار وسعيدا بالنقاش الحر البناء الهادف لحرية الدين والمعتقد الذي ترجمته أفكار الشباب المتواجدين هنا استمعنا اليوم لجميع الأفكار والتوسيات التي كانت بالفعل مبهرة وتؤكدوا على احترام حرية الدين والمعتقد ومن المهم الاستماع لأفكار الشباب وتطويرها للوصول إلى الهدف أجواء حرة في الفضاء الإلكتروني للتعبير عن أهمية حرية الأديان والمعتقدات كانت من أبرز الأهداف في هذه الجلسات الحوارية التي امتدت على مدار يومين تخللتها نقاشات جدة لوقف خطاب الكراهية بشتى أنواعه الحوار كان مهما جدا لنا وركزنا على الفضاء الإلكتروني وكان من الشيخ أن نتحاور مع الأكاديميين والدبلوماسيين في هذا الشأن ما رأيناه هو توحيد للرؤى بين الشباب العالمي كان الحوار مهما وتفاعليا وداعيا للسلام ما ناقشناه اليوم مهم جدا حظيته بتجربة رائعة وسنقلها للجيل الجديد من خلال التعليم الخلفية الأكاديمية التي أسسها كرسي الملك حمد لحوار الأديان والتعايش السلمي مكنت الطلبة من وضع اليد على الأماكن المهمة في هذا الموضوع وكتابة توصية همة لخلق جيل شاب يطور الفضاء الإلكتروني بطريقة سليمة تخلق البيئة الأمنة للجميع مملكة البحرين تؤكد على متابعة التطورات العالمية من خلال جمع الموضوعات والتكنولوجيا لخلق بيئة أمنة لاحترام المعتقدات والأديان من خلال الاحترام المتبادل في الواقع وفي الواقع الافتراضي شوق العثمان لمركز الأخبار بروكسل بلجيكا